يعني متى يصار إلى التيمم متى نصير إلى التيمم في حالتين الحالة الأولى إذا عدم الماء لم يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا لم يجد الماء في رحله ولا فيما يقاربه عرفا فإنه يصير إلى التيمم قال الله عز وجل فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا الحالة الثانية إذا لحقه باستعمال الماء ضرر أو مشقه وحرج ظاهر إذا كان هناك ضرر أو مشقه وحرج ظاهر فإنه يصير إلى التيامهم أما المشقه اليسير فهذه لا عبرة بها ويدل لذلك قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج فنصير إلى التيامم في هاتين الحالتين الحالة الأولى إذا عدم الماء لم يوجد في رحله ولا فيما يقريبه عرفا إذا كان قريبا منه عرفا فإنه يجب عليها أن يقصده الحالة الثانية إذا كان يترتب على استعمال الماء ضرر أو مشقه وحرج ظاهر فإنه يصير إلى التيامم ما جعل عليكم في الدين من حرج